ماذا يحتاج العالم؟ قال الرب يسوع المسيح في بنياس في قيصرية فليبوس في الشمال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لن تقوى عليها فإذن أحبائي بغض النظر الظروف الصعبة في كل هذه المناطق اللي ذكرتها على فكرة في يوم من الأيام كانت غز مهد الكنائس والحضارة المسيحية والمجلس الأسقف حتى في مجمع نقية في سنة 325 ميلادي وكنائس ومدارس ومستشفيات مازال حتى يومنا هذا مع أنه عدد المؤمنين قل جدا في منطقة غزة ولكن في كنيسة عم بتصلي كذلك الأمر في لبنان الكنائس عم بتصلي يعني أنا كتير أصار لما بشوف يعني رسائل عديدة سواء على الجروبس اللي بيطلبوا الصلاة الكنيسة عم بتصلي كذلك الأمر في كنيسة ضفة مجالس المجامع الكنسية سواء الثلاث مجامع في إسرائيل فلسطين والأردن كلهم متحدون اتحاد واحد ليه الصلاة من أجل طبعا أن الله ينهي الحرب وترجع الأمور كنيسة عم بتصلي وبتستغرب عزيزي المشاهد الكنيسة أيضا في إسرائيل مش بس العربية أقصد اللي من أصول فلسطينية ولكن المسيانة كتجوز حتى اليهود المؤمنين بالمسيح على فكرة برضو بيواجهوا اضطهاد ولكن الأعداد عم تتزايد بشكل مذهل لدرجة أنه وصل عدد المؤمنين من خلفية يهودية أكثر من عدد المؤمنين مجتمعة من اللي من خلفية فلسطين وإسرائيل حتى الأردن أعداد بشكل مذهل أيضا بيصلوا من أجل الوضع الحالي لهذا السبب أحبائي أنا مع الناس ومع الرب أنا مش ضد أي إنسان الإنسان فيه طبيعة فازدة والمسيح علمنا عن السلام وعن المحبة وعن التسامح وعن الغفران والرسالة المسيحية انتشرت بالمحبة مش بالسيف وإنه ناس ما كانوش يفكروا في مصالحهم باعوا كل ممتلكاتهم حتى يربحوا يسوع المسيح وكان الغرض من التبشير والإرساليات ليس للربح ولكن لربح النفوس حتى النفوس تحصل على الحياة الأبدية وتكون إلها السماء من نصيبها لهذا السبب ضحوا بكل غالي ونفيس باعوا كل ممتلكاتهم لم يعني لم يجمعوا نساء لم يجمعوا الخيل لم يجمعوا لم يستخدموا السيف بل بالعكس راحوا إلى الاضطهاد برحب الصدر ويعني استشهدوا من أجل رسالة المسيح بكل محبة لأنهم أحبوا يسوع المسيح فالسؤال ماذا حدث في هذه الأيام ماذا تحتاج كنيستنا ماذا تحتاج رسالتنا وأنا نفسي أسمع رأيك في هذا الموضوع تدخل على السوشال ميديا في الموقع بتاعنا وبحب أعرف تعليقك في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر